السلام عليكم ورحمة الله معكم المهندس عبدالحق من قناة عبدالحق للزراعة سوف نتطرق في هذه الحلقة لطريقة فعالة ومجربة للتسميد وهي التسميد باستعمال قشور الموز لكن قبل أن نبدأ لا تنسوا كالعادة الاشتراك وضغط زر الإعجاب وشكرا إن قشور الموز أعزاء المشاهدين كما تعلمون هي مصدر جيد للماغنيزيوم والبوتاسيوم وكذا الكبريت غانية بالمعادن بصفة عامة لهذا فإنها مصدر جيد للتسميد ودعم النبات الأخضر شكرا هناك طريقتان لاستعمال القشور الطريقة الأولى وهي وضعها مباشرة على سطح التربة وتغطيتها بطبقة من التراب وهذا من أجل التخمر الجيد كما سوف تشاهدون الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة